في إطار جهود الدولة لتوفير السكن الميسر والملائم لفئات الدخل المختلفة أكدت وزارة الإسكان أنه يجري الانتهاء من تنفيذ 1750 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين منخفض الدخل بمدينة الخامس عشر من مايو وأضافت الوزارة أن إجمالية الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها بمشروع الإسكان الاجتماعي في الخامس عشر من مايو بلغ نحو 23.163 وحدة سكنية بجانب رفع كفاءة وتطوير البنية الأساسية بعدة مناطق بالمدينة وتنفيذ أعمال المرافق بالمناطق الحديثة أشارت الوزارة أنه يجري تنفيذ مشروع زهور مايو بمساحة تزيد عن 67 فدانا شرق الطريق الدائري كسكن بديل لسكان المنطقة العشوائية